انتو اشتغلتوا معا كدور اماراتي اشتغلتوا معا كم موسم السنة دي كان الموسم الضابع اربع موسم هل تكلفة باهزة؟ والنسبة تدعو تسأل بقى تقول لك ايه الحق دول رايحين يسرفوا لهم يعني خلينا انتفع لحاجة انت ممكن تبقى تكلفة وممكن تبقى ببلاش ازاي لو سنة واحدة مثلا هتاخدها سنة واحدة يعني اعتقد كده 7000 دولار او يولو حاجة كده لو خدتها على ثلاث سنين بيعملك دسكون فيه اوبشن تاني في دول كتيرة ازاي انت بتتفاوض مع الشركات دي تيجي تقول له على سبيل المثال احنا ده قرية افريقيا احنا اكبر دولة في افريقيا انت معندكش سوق في افريقيا طب ايه رأيك بدل ما هدفع لك فلوس اخيك اخليك بارتنشب تمام وده على فكرة متعرف عليه هناك في الامارات مثلا في حاجات خاصة زي القراط العربيات اه دي قصة تانية بس انت بتقول اننا ممكن اشتغل معهم بس انا بعملك دعاية كبيرة في القرى الافريقية انك بتشتغل مع اهم دولي في القرى الافريقية احنا احنا بلد كبيرة اوي وارض خصبة ان انت اي حد يحب يستثمر فيها خلي بالك من النقطة دي فهو طريقة كزبان اكتر مننا كمان مليون في المية هو فرحان انه هيجي اشتغل مع دول مصر انت انت النهاردة ليه الشركات مثلا تحت الملابس يجي عند الاندية الكبيرة في اوروبا او في المنتخبات الكبيرة بيديهم الملابس وبيديهم فلوس هو حابب بلند بتاعه بلند بتاعه على الفريدة صح والغلب بالزبط كده انت مصر دولة دولة كبيرة هاي انت بتقول لي كلام عظيم جدا ويفرح يعني لو احنا كمان ممكن ميبقاش عندنا مشكلة بي